كما قال الرئيس التونسي إن شعب تونس يريد تطهير البلاد من كل الأمراض التي علقت بها على مر العقود وأشار سعيد إلى أنه سيتم تطهير تونس من كل من عبثوا بمواطنيها وذلك عن طريق كشف الحقائق وفي إطار من الإجراءات القانونية أن الشعب التونسي يريد تطهير البلاد من كل الأدران التي علقت به على مر العقود ستطهر المجاري وستطهر غسالة النوادر السياسية هؤلاء الذين عبثوا بالتونسيين عبثوا بهم في كل مظاهر الحياة حتى صار الناس ضمئة من العطش وسيتم الجهر سيتم جهر الأودية والسدود ولكن سيتم الجهر بالحقيقة وسيتم التطهير بالقانون